السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل المحوجة او القرصة الصفرة او اللقمة الصفرة على حسب كل بلد ما بتسميها حلوة جدا ومغزية هنعملها بأسهل طريقة ومقادير بسيطة اي حد يقوم يعملها بكل سهولة ان شاء الله تعجبكم يلا مع بعض نشوف هنحضرها ازاي في البداية معنا المقادير هنعملها بالكباية بالجرامات بس ياريت تعملها بالجرامات افضل هتطلع معاكم نتيجة حلوة جدا معايا نصف كيلو من الدقيق معايا 125 جرام من السكر اللي هي تلتين من الكباية معايا ربع كيلو من العسل الاسود يعني كباية اللي ربع ومعايا كباية وربع من الزيت ربع لتر زيت ممكن تعملوا نصف الكمية زيت ونصف الكمية سمنة زي ما تحبوا ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح ومعلقتين كبار من حبة البركة وربع كباية سمسم محمص معايا 125 جرام من التحويجة كباية وربع اللي هي الحلبة المحوجة تتجاب من عند العطار وباكوا من الفانيليا بتديها رائع حلوة قوي هكتب لحضراتكم المقادير بالكباية والجرامات في صندوق الوصف اول خطوة معايا احنا بننخل الدقيق ده دقيق فاخر هنحط عليه المية 25 جرام التحويجة ومعلقة الصغيرة البيكنج بودر 5 جرام ورشة الملح وباكوا الفانيليا ومعلقتين الكبار حبة البركة ربع كباية السمسم المحمص لو حابين تضيفوا ربع كباية من جوز الهند ممكن تضيفوها اللي بيحبها يضيفها هقلب بقى كل المحتويات الجفة دي مع بعض كده تمام جهزنا كل المكونات الجفة مع بعض انا هعجنها في العجان هنزل بالسكر وانزل بكباية وربع من الزيت اديها تقليبة بس خفيفة حاول ادوب السكر خفيف كده ممكن حضراتكو تعملوها على ايديكو سهلة جدا جدا مبتاخدش خمس دقايق وإحنا بنحضرها هديها تقليبة كده انا بحاول ادوب السكر خفيف كده وممكن كمان تضيفو السكر على الدقيق عادي جدا جدا كده تمام انا بضربو دقاتين بس هنزل بالكباية اللي ربع من العسل الاسود اللي هي ربع كيلو وهديها تقليبة برضو لحد ما تبدأ تتقل كده معايا ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس هنزل بالدقيق وقلب واحدة واحدة انا مش عايزة اضرب كتير علشان العجينة ما تعدمش معايا وبعد ما تستوي تبقى ناشفة زي العيش انا عايزة كل المكونات تدخل مع بعض ما نضربش كتير مجرد ما بننزل كل الدقيق ونلمها بأدينة او بالعجان كده خفيف جدا مجرد ما تدخلت مع بعض العجينة معايا هتبقى نفرولة هو ده القوام اللي بيبقى عليه المحوجة كده انا وقفت عجني فيها خلاص بصوا حضراتكو هتبقى بالشكل ده هتبقى مفرولة كده معانا مش لمة على بعضها هتبقى بالقوام ده هي كده مظبوطة جدا جدا هنكونوا مجاهزين الصينية مدهونة بالسمنة او صاج اللي متوفر عند حضراتكو هنزل بكل المحوجة في الصينية الصينية هنا اكبر صينية عندي علشان انا بحب المحوجة تبقى متوسطة كده ما تبقى شتخينة قوي بتبقى احسن جدا بعد ما تستوي بتبقى خفيفة وطعمها حلوة قوي هنزل بكل الكمية وابدى افرد فيها كده بايدي لحد ما سد كل الفراغات واملى كل الصينية بيها هتتفرد معاكو بكل سهولة مأخدتش مننا وقت خالص وسهلة جدا بعد ما تفردت معايا كده هجيب معلقة من الزيت كبيرة كده وارشها على الوش وابدأ أساوي كده بايدي هلاقي وشها نعم معايا وما فيوش اي فراغات مع علاقة الزيت دي بتفرد حلو جدا وبتخلي الوش كله متساوي كده بعد ما ساوتها خلاص هبدأ بالسكينة بقى وقطعها التقطيع اللي حضراتكو تحبوها بس لازم نقطعها الاول قبل ما ندخلها الفرن علشان لما نجي نخرجها مجرد ما نمشي بس على التقطيع اللي احنا قطعناها تخرج معانا بكل سهولة من الصينية انا هقطع خطوط طلية كده اي تقطيع تحبو تقطعوها قطعوها هعمل خطوط طلية وبعد كده هعملها بالعرض علشان تطلع معايا مربعات صغيرة تعملوها بقى حجم كبير حجم صغير الحجم اللي حضراتكو بتحبوه اعملوا به هاجي كده من النص واعمل خط برضو وارجع عامل خطوط طلية علشان تبقى مربعات معايا هنكون مسخانين الفرن عشر دقايق على درجة حرارة مية وسبعين هدخلها في الرف اللي في النص هتاخد في حدود معايا تلاتين لاربعين دقيقة حسب الفرن عند حضراتكو لما نلاقيها حمرت من الجوانب كده ممكن لو ما تحمرتش من الوش شوية نشغل عليها الشواية دقيقة او دقيقتين ونكون متابعينها وبصين عليها وبعد كده نطفي عليها النار ونخرجها من الفرن بعد ما خلصت اقطحها لو حابين تضيفوا اي مكسرات عندكو مجروشة على الوش زي سوداني مثلاً ممكن تضيفوها وبعد كده تدخلوها الفرن هدخلها الفرن لحد ما تستوي معايا بعد ما استوت وخرجتها بقت بالشكل ده انا هسيبها تهدى خمس دقايق كده وبعد كده هبدأ اقطع فيها تاني مكان التقطيع اللي انا قطعتها الاول علشان لما اجا خرجها من الصينية تخرج معايا بكل سهولة وما تتفتفتش من ننا همشي على الخطوط بالقطع او بالسكينة القطع هنا معايا سنها رفيع همشي عليها كلها كده انا مشيت على كل الخطوط هتبقى سهلة جدا كده ان انا خرجها من غير ما تتفتفت من ننا بصوا حضراتكو طلع حلوة جدا جدا مستوية حلوة جدا جدا متتخيلوش حضراتكو طعمها حلوة قد ايه ومتحمرة كمان من تحت طلعة روعة اعملوها في البيت حلوة جدا جدا للاولاد ومغزية ليهم مع دخول الشتاء بتدفي جدا يا رب اكون افت حضراتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته